رحبك يا نسي بن كليب أحد الممثل المدائم الدائم وأحد الممثل أيضا الملاكة المعروفين في دولة الإمارات ولك أيضا إنجازات عديدة في أشواط الرموز اليوم متواجد في شوط الرمز الغالي السلام عليكم ورحمة الله وعلى المشاهدين والله لطنمك أنا ما بركض في الرموز الحين لكن بيركبون الرابع وإن شاء الله الله يوفق الجميع لكن نحمل الأشواط الباقية الثالث والرابع عندك في شوط الثالث والرابع إن شاء الله إذا الله رابع حدثنا عن مشارك والله الحمد لله يأيين مشاركين نحن المشاركتنا الكبيرة وجودنا في الدوحة وعند أخواننا وبين حلنا هذا هي المشاركة الكبيرة غايب عن أشواط والله لكل حادثة حديث إن شاء الله فيه الأيام الياية إن شاء الله الأيام الياية نعم من كلامك نحن المختبر ختمناها في أيضا رمز غالي في مهرجان أو في ختام الوثبة في الموسم الماضي الموسم لهذا هذا الشعار إلى الآن لا نراه في الرموز والله يطول عمرك نشوف اليوم بداية الموسم والسباق الله تعالى يمكن الهجن إذا يواحد مجهز وإذا ما مجهز لازم أنا شوي بيتاخر نشكر قوي نعم مرحبا إذن مشاهدين الكرام كما نرى معنا في هذه اللحظات سيف جعفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أهل أصحاب وشي نقول لك الناموز على تفسير ما قدمته الله يطول عمرك نعم تفسير ناقص بوقه إن شاء الله هو يتعند المعازيب ووصلت إن شاء الله مباصيلها الحمد لله ونتأمل لها إن شاء الله رموز إن شاء الله السباقات القادمة لكن الناموز مختلف تماما عندما تكون أيضا من عندك ظاهرة وتروح للمعازيب وتتنومث الناموز لك أيضا أكيد أكيد كل إنسان تظهر عنده مطية وتسبق عند الشوخ أكيد يفرح بها والحمد لله إنجاز كبير الحمد لله نتمنى التوفيق إن شاء الله من عليك دائما تسلم يا صام تسلم تسلم مرحبا مشاهدين الكرام كما نتابع فعلا أغلب الشعارات متواجدة معنا في هذا اليوم تابعنا أيضا هنا الشعارات حاضرة بشكل متميز معنا أيضا كما نشاهد تواجد أغلب الشعارات وهنا حضور أيضا سمو الشيخ أو حضور سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن أمامنا نشهة جميل السلام عليكم كيف الحال؟ مرحبتين مرحبك يا نعبر قناة سلمك يا مرحب الله يطول الله يوم يوم نقدر نقول عليه يوم السيف المبكر أو السيف المبكر صحيح نعم هذا يعني يعتبر أول أقوى المهرجانات في الموسم والناس كلها يعني اللي مستعد إن شاء الله بينجز واللي مش مستعد بيعرف مستوى حلالة عساس المراكيض القادمة إن شاء الله نعم مشارك في هذا المهرج في اليوم مش مشارك إن شاء الله نتفرج ونشوف وعندنا مشاركة بسيطة إن شاء الله مشاركة بسيطة طول عمر الله يسلمك طول عمر الله يحفظك شكرا شكرا لك يا طويل عمر إذن هذه هي الترشيحات مشاهدين الكرام خالب تعال الشاهنية شاهين 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 مرشح إيه أنا في شوط الزمول المحليات ولا مكتوح زمول المحليات زمول المحليات نعم خبرني شوطة الشلفة الفضية الحيل المحليات مرموقة غانو منصور خيارين صياد الرمود إيه ليش رشحت أبوك خبر صح؟ لا ما بابويا عرفه ربيعي هو مليون ربيعك؟ غانو منصور بترشح لنربيعك صح؟ لا ها؟ لا شو بترشح لنك تسبوك ولا لنربيعك؟ لنك تسبوك ها؟ لنك تسبوك الله تمنى لك التوفيج تمنى لك التوفيج الله ببكت إذن مشاهدين الكرام فعلا انطلاقات مثيرة في هذا اليوم ننتظر نحن مع انطلاقاتنا في الفترة المسائية نجد أن الجدول مختلف تماما ننطلق في الأشواط العادية ومن ثم تأتي أشواط الرموز رمز تلوى الآخر تحديات تلوى الأخرى سنبدأ تحدياتنا مع رمز الزمول العمانيات ومن ثم الحيل العمانيات إلى شوط الزمول المفتوح ومن ثم شوط الحيل المفتوح ننتظر قليلا أيضا لإجراء المزيد من اللقاءات مع أشواط الرموز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شو سجلها ترجمة نانسي قنقر والله عندها سجلها ست سيارات ست سيارات نعم والعام الماضي ثالث الرمز الرمز نعم اليوم السباقي يمكن يكون تجهيز أكثر من ما هو لا تجهيز إن شاء الله بس تجهيز؟ نعم ما دفعتوا بأشواط الرموز؟ لا لا نبغيها إن شاء الله مراكز اليائي مراكز اليائي إن شاء الله إن شاء الله شكراكم وياكم وياكم توقع شوط الرمز اللي من سيارات والله ما عندي فكر ما عندي فكر عنه ما تابعته؟ لا مستحيل مستحيل لا تحاول زالم غنيم خبرني منه ليس تقليلة من أخواننا ولكن هذا حلال يوم جبلته صحيحة يوم كلنا نسبك ولي هي ربي رأي دلها الرمز بياها أبا ترشه معنى مبساير إلا ترشه والله ما عندي ترشه فكر صادق إنه لا مبساير ما عندني ترشه كلنا الله يوفك إن شاء الله شعار منه؟ كلنا الله يوفك توفيج عند الله أعطني اسمين؟ شعار سالم من دري ومحمد بن زايد سالم من دري ومن هو؟ ومحمد زايد محمد زايد سالم بندري معاه من زيار ومحمد زايد المنصور او ناصر مخلفة. نعم. نعم خطيرة مخلفة. ان شاء الله. التوفيق. الله كلهم يوفقين ان شاء الله. المزيارة مخلفة. ان شاء الله. نحن ما بنضغط عليك اكثر ما هذي لكن شكلك تقول لي مخلفة. شكرا لك. ان شاء الله ومرحب. وقالكم التوفيج وقالكم الناموس فعل المشاهدين الكرم. هذي مظافر عبدالله بن مظافر. السلام عليكم. السلام. اخوان كلكم. اخوان. قاعد تسفر معي. تسفر ما بمشكلة. خلص. نحن بيت رياك لما تخلص. بنصير عند عبدالله بنظافر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ريا مشاركة في هذا الشوط. نعم ان شاء الله انها مشاركة في هذا الشوط. شو توقعات. والناموس ان شاء الله. شعار راعي صغة دايما نشوفه في الرموز. ان شاء الله انه بتشوه. ليش موجود اليوم في الرموز. والله اركاب ما هن جاهزات. بعد هن اه على ثاني ثالث اشتراك الحين. نعم. ان شاء الله ما ركز ليه بتشوه في الرموز. انا قلت حق سالم. هذا يمكن الشوط كجهوزية اكثر من ما هي. لهذا الشعار للختاميات. نعم. نحن نتجهز الاشواط هذيلة. وان شاء الله بما ركز جايب اه نشارك في الرموز. ان شاء الله. نبات ترشيح للشوط الرئيس. الشوط الرئيسي. اه. افتوح. اه. رشح الدماني لسالم بندري شاحي. سالم بندري. نعم. ما بتغير ترشيحك? وره ان شاء الله. سالم رشح مخلفة. اه ما عندهم وجهة نظر هذي. كل انا ما اختلف عليها. اه. وجهة نظر هذي. اه. بيغيرها حين تغير ترشيحك. انا قلت لك ما بين سالم بندري وامحمد سايد. طب احنا قلنا لهم. ما علي. اه وجهة نظر. انتمان بتوفيق الجميع المشاركيين. نتمنى لكم التوفيق وهذا الشعار مميز. شعار رائي صوغة. اه دايما ما يحرز على النواميس والمراكز الاولى. نعم الله طويل عمرك. هالش شعار رائي صوغة. الركاب ما هنجازة مثل ما قلت لك. وان شاء الله انه في المراكز اللي اي قلته بتشوفه. ممكن هذا عذر. عذر نعم. اه. اخياني تركض مو بجاهزة. ما يعني تحس انه في نوعا ما. عذر عذر. ما مش مش عذر. مش عذر لا والله. الركاب ما اه. اذا تحط انه مطيئة مجاهزة في شوط اه قوي. ما بتعطيك الركض اللي تباها انت. نحن كاعلاميين بنعذرك. لكن الجمهور ما يعذر. تعرف لكن الجمهور ما يعذر. يبون شعار رائي صوغة دايما في المراكز الاولى. الجمهور ان شاء الله بقيهم اللي يرضيهم في المراكز الياية. ونقولهم ان شاء الله انه في المراكز الياية بتكون الركاب على ما يبون من هنا. ترقبوا الشعار. اسم القادم. اه في سن. في الحين طيب هتكلم عن سيوف. سيوف ان شاء الله عندنا اه 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 رياء. عندنا مزنة وعندنا اه اه شاهين. عندنا الحلال الطيب كله. يعيل فالك من ناموس. فالنا وفالك ان شاء الله. بتعاود نشرة العام ما الله وفقها. ان شاء الله السنة انها بتكون عاحلها. باذن الله. العام يدحق الوالد وسألته قلت له عشر سنين بعد عن الرموز. ونشرة اليوم بتكون متواجدة وتحرز لك السير. قال ان شاء الله وروح. ان شاء الله لا ان شاء الله ان اتعاد للتزرابي. يا ايت في وقت صعب شوي. اذا موينه ومتحفز متنيه. انا تعالي على الفاقه. على فاقه. اقوم السابق انشار انك باتي وبيت نوما سيلا با يقول بيت بذلك. ونعلي فالك امان. فالنا فالك ان شاء الله. شكرا. هذه بعض الترشيحات. مشاهدين الكرم نذهب لاجراء مزيدا من اللقاءات قبل انطلاقة اشواط الرموز. اشتركوا في القناة